اشتركوا في القناة اشتركوا في مكان ما فيش في تهوية تالت حاجة ركز قوي لو انت حسيت بالتعب لازم ترتاح في مكان يكون في تهوية كويسة وظل كويس الجسم عرضه دايما لتكييف او مروحة الاستحمام يوميا بماء يكون كويس ما يبقى السخن استعمال المظلة الشمسية او القبعات بسبب الاشياء الشمس ضر بكرا صعب جدا اللي امتناء عن المشي في وقت الشمس في مسافات طويلة حتى لو هتكون ركب عجل احد الملابس الفضل تكون واسعة والالوانها تكون فتحة بعد كده يجب على المريض اللي بيعاني من امراض مزمنة ما تعرضش نفسك للشمس الشديدة لانها بتتعب جدا وانت اكثر ضرر ليه تحمي طفلك اي طفل اي حد قريب اي حد من الاطفال الصغيرة السن الصغير ده ده مقامته ضعيفة فخلي بالك من الشهال الشمس عليه الشاي القهوة كل دول ما تتشربهمش في الايام دي كتير عشان ده بيعمل ادرال للبول وفي نفس الوقت تسبب فقدان الاملاح الغذاء المتوازن تبقى في فكهة خضروات ممكن تبدل العصائر بالمية ممكن تبدل الطعام المقلي بالمشويات واتقلم الحديوات على قد ما تقدر عشان الدهون كمام طب لا قدر الله حصل حاجة هنعرف الكلام ده في الآن طب ماشي انت بتركب عربية لازم يكون في احتياطي اللي احتياطات اللي انت بتعملها ايه اخلاء السيارات تماما من موضع الغذية ماشو موضع الغذية لعطور الكلام ده كل بطرنات الاجهزة فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط بحيث تدخل هوا ويبقى فيه تنفس ما تمليش خزان العربية بتاعتك بالوقود كتير برضو الاطارات السيارات بتكونش مليانة جامد وانت مسافر ربنا يا ربي رجعكم بالسلامة ويحفظكم قولوا امين لقدر بحيث حصل اصابة تبنعمل ايه لازم يكون في راحة تامة وتشرب مشروبات باردة باردة بس مش تلجي قوي يعني تغسل جسمك بالكامل في دوش بارد المية تكون مغطية الجسم كله بس تحافظ على التنفس الملايات تكون مجمورة بالماء لو انت المريضة تحط عليه ملايات فيه كم مادات تحطها ما بين الإبطين وبين الفخدين في مكان يكون مكيف فيه هواء تشيل الملابس اللي هي بيكون عليها يعني بتشد الحارة تتير وفي نفس الوقت بتشيل الملابس المريضة ترش عليها ميا وبتركز مروحة على جسد المريض عشان تخاص من الحرارة بسرعة كبيرة وعدم استخدام الماء المسلج لان استخدام التلج يتسبب في الركفة فتزيد من طريقة الحرارة الجسم تمام تبلا قد رب ان شاء تتعمل اي حاجة تصب لأرقام التالية 123 ده الإسعاف 105 كتاة الطب الوقائي 137 ده الرعاية المركزية او رعاية المركزة خلي بالك من الحاجات كلها انشر فضلها حتى عم الفائدة ويا رب دايما من سلامة لأمان ويا رب دايما في خير وامن وامان احذرهم بكرة في نوبة حر او جو حر جديد جدا بكرة هتعدل لأربعين درجة ربنا يعفينا ويعفيكم والسرعة علينا جميعا يا رب قولوا امين انشوف وضلها حاجة تعمل الفائدة وغيرك تستفاد لان فيه غيرك ما عرفش المعلومات دي في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة